تقول لي الكابتر الخطيب برجع للمجلس ودي برضو بتفكرني بسوابة الأهلي في أنه رئيس مجلس الإدارة مهما كانت قيمته وظروفه و تبعات الموقف و ضغوط الحالة إلا أنه بيبقى حريص دائماً وأبداً يرجع للمجلس في كل حاجة دي يعني بص حضرتك دي متواجدة عندنا بطريقة حضرتك يعني لا تتخيلة زي أي مؤسسة قادرة أو بتعمل على العمل المؤسسي يعني حتى في أمور الكرة يعني طبعاً ملف الكرة له من الحساسية لأنه بيهم الملايين ورغم أن كابت مفوض بالإشافة الكرة ومع ذلك بيقى فيه قرارات مجمعة بيعرضها على المجلس ويأخذ موافقته عليها يعني ما فيش قرار أهلاً لما المجلس بيكون مشارك فيه فالحيطة دي أسية يعني لو رجلنا للسفريات برضو من ضمن السفريات اللي كانت يعني صعبة فريق نادي الأهل الأبطال وكابتال محمود الخطيف في رمزيته وتحمله الإرهاوت وكله كان يعني ما شاء الله علي فيه سفرية اللي هي إحنا كنا رحين نلعب سان داونز كان دور الثمانية ونلعب ونطلع بعدها على الدوحة نلعب السوبر الأفريقي فتخال الحقيقة نحن دخلنا المطار في جنوب أفريقيا عشر الصبح دخلنا غرفتنا في الفندق في الدوحة حول الساعة الثلاثة فجري تاني يوم من تجاه من أدنى جنوب القرى الأفريقية لأسيا من أفريقيا لأسيا فلعيب أبطال عدوا المطش الحمد لله بتاع سان داونز وكسبوا سوبر الأفريق دي سان داونز فالحمد الله يعني كان وفي النهاية برضو أقول حيات مرافقتي أو كلام دا دا في النهاية دا شرف ليما بعده شرف يعني يعني في النهاية دا قرار برضو كابتر محمود الخطيب والمجلس يعني كممكن ما لكن في النهاية دا شرف للواحد ومجرد أن أنت يرتبط اسمك بالنادي الأهلي هو الشرف كله بحاجة فينا بدي حاجة للنادي طيب في سفريات الكورة يعني سفريات السودان الأصعب في الظروف اللي حصلت فيها الدوحة كاس العالم للأندية هي الأغلى مش كده والأصوار يعني بتلطن أفريقيا لتنين على بعضهم للأمان والأحلى كده عشان الباب العجوى يعني حاجات عيد الميلاد دي فيها برضو قيادة متميزة أولو حياتك ليه ولو حياتك تفتكر كنا مغلوبين من باير نيميونيخ وفاكر حيات الأجواء سوشيال ميديا وانت في نهاية كنت بتلعب باير نيميونيخ صحيح يعني وآه نحن نادي الأهلي طبعا وعندنا طموح جميل جدا لكن بنبقى منطقيين في الكورة يعني فبعد المطش دا ما هو حاجة من اتنين يا إما تتحول القصة كآبة في البحثة وتطلع خامس أو خلافه وخلاص ونسافر ونرجع يعني كابتن محمود الخطيبة عمل جو من البهجة ليه فقى باحتفالات عياد ميلاده وغيره ووي ووي وي مع البحثة كلها وحيك لمسة الكلام دا اللي أنا كنت معانا ولا كأن فيه مطش كانت لعب ودي من حاجات الفرق الجانب جدا في معنويات اللعيبة وانك تاخد الماركس تالي أنا من ضمن حاجات بقول حيك أن البسات دي والسافرات دي أضافت ليها خبرات ما كنتش أحلم بيها يعني بخلاف كل دا فيه خبرات كتير قوي بتضاف ليك بتدير بعثة برة مصر أو سواء مرافلك للكابتن بتشوف التصرفات محينة آه طبعا بذات كابتن خطيب يعني مدقق فبيبقى طبعا الحمد لله يعني بتتعلم حاجات في أصول النادي الأهلي وأصوله للتعامل إن في حاجة كتيرة جدا بتحصل ما حاجة بيعرفها يعني يعني حاجة كتيرة قوي بتحصل مش عاصل محاجة شو أعرف أنها حاجة سرية يعني يعاصل في التعاملات اليومية كواليس كتيرة كواليس كتيرة قوي فالتعامل مع كل الكلام ده بيضيف لخبراتك لا أنا لو أذكر أول ما وصلنا الدوحى لكاس العلا والجمهور بره الشارع حاجة تفرح حاجة تفرح هنا وكان فائز الكوروما وكان بيشاور كده على اللعيب كان واضح إنه مهتم إنه جمهور أهي يمكن أول ما قاعد يقوله بيبو بيبو وبيرحبوا بكابت الخطيب قال لهم لا لا اللعيبة إنه كان شايف إن اللعيبة محتاجة دفع معنوية ومحتاجة إنها فعلا تدخل أجواء البطولة يعني ربطة مشجع الأهل في قطر يا جماعة كانت عاملة سرب من برى المطار من برى مطار الدوحى لغاية فندق الإقامة على كل الطريق في الدوحى جماهير الأهلي كلها بتستقبل البعثة كانت بداية مشاركة مهمة قوي أطبع يعني وبرضو الحمد لله يعني نادي الأهلي بيضرب نموذج في تمثيل مصر في كل الدول يعني وجمهور النادي الأهلي يعني لو تفعل حاجة جمهور النادي الأهلي هو اللي ادى مزاق للبطولة يعني حكى عندها مطش الثالث والرابع ومطش النهائي يعني الفيفا أصروا إن هما يطلبوا على نفس الملعب عشان يستفادة من جمهور النادي الأهلي يعني فجمهور النادي الأهلي ده جمهور عظيم يعني أطفى بهجة على وأنا يعني بلاحظ ده تملي السفارات مصر اللي موجودة في كل الدول اللي الأهلي بيسافرها بقى الشيء المعتاد إنه البعثات الدبلوماسية المصرية تشكر الأهلي على حسن التمثيل والأهلي يشكر سفارات المصرية على الاستقبال والاهتمام لأن حقيقة كمان ما بيبقاش مجرد يعني بيبقاش صراحة لعب ماتش يعني بيبقى في نوع متجايد ضيف شعبي مهم وعندنا كإدارة النادي الأهلي بتحرص على الحتة دي على حتة إن هي في النهاية في علاقات دول مع بعضها يعني إن مجرد أي تصرف يفرق جميع جدا في علاقة الدول فمصر أبقى مننا جميعا طبعا فلازم تكون ممثل مشرف للبلد ولازم ما يكونش فيه أي تصرف يعني يهز الصورة بل بالعكس كل ما يكون في تصرفات أفضل وحاجات تزكي روح التعاون مع الدولة المستضيفة يعني بيكون أفضل وبنحرص عليه دايما